الوحدة الاثنى عشر الدرس الأول رسم النقاط والمستقيمات والأشعة ناتج التعلم رسم النقاط والمستقيمات والقطع المستقيمة والأشعة وتحديدها في الأشكال الثنائية الأبعاد المفردات النقطة المستقيم الشعاع القطع المستقيمة سنتحدث في هذا الفيديو عن الفرق بين القطع المستقيمة والمستقيم والشعاع وذلك من حيث التعريفات الهندسية هكذا يبدو شكل القطع المستقيمة فهي ببساطة خط مستقيم وتسمى قطع لأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية وهي كالخطوط التي ترونها في حياتكم اليومية مستقيمة ولها نهاية أما المستقيم من حيث التعريف الهندسي فهو خط بلا بداية أو نهاية فهو يمتد في الاتجاهين إلى ما لا نهاية لذلك يبدو المستقيم بهذا الشكل ولاحظوا وجود هذا السهم في الأعلى وهذا في الأسفل ويستخدمان للإشارة إلى أنه يستمر في التحرك إلى ما لا نهاية أما الشعاع فهو خليط بين الاثنين فالشعاع عبارة عن خط له نقطة بداية ولكن ليس له نقطة نهاية أي أنه يبدأ عند نقطة مثل هذه ثم يستمر في التحرك إلى ما لا نهاية الآن هذا تقييم قبلي سل كل اسم مع شكله مما يليه يوجد أربع أشكال وهناك في الأسفل أربع اختيارات سل كل شكله مع اسمي الصحيح ابدأ أذكر اسم كل شكل مما يليه المستقيم هو مجموعة مستقيمة من النقاط التي تمتد في اتجاهين متضادين إلى لا نهاية كما ترى في هذا الشكل هذا المستقيم أما الشعاع هو جزء من خط مستقيم له نقطة طرفية واحدة ويمتد في اتجاه واحد إلى لا نهاية فالشعاع فالشعاع له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية فيقرأ الشعاع A B ويرسم هكذا القطع المستقيم هي جزء من خط مستقيم تحددها نقطتان طرفيتان كما ترى في هذا الشكل القطع المستقيم A B لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية وتقرأ A B أو B A هذه هي المفاهيم والمعنى لكل من المستقيم والشعاع والقطع المستقيمة مستقيم شعاع قطعة مستقيمة نقطة ابحث عن الشعاع والقطع المستقيمة ابحث عن الشعاع والقطع المستقيمة والمستقيم حدد اسم كل شكل من ما يليه أرسم كل شكل من ما يليه أرسم كل شكل من ما يليه هذا نشاط جماعي لالفرق الثلاث كل فريق يمكنه الدخول إلى اللينك الخاص B B ليقيم نفسه وسوف أضع هذه اللينكات أيضا أسفل الفيديو في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر التمارين التمارين الذاتية حدد اسم كل شكل من ما يليه شكرا 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 حدد اسم الشكل المبين على لافتة التوقف شكرا أدد موضع الشعاء والقطعة المستقيمة والمستقيم على الصورة والآن سننتقل إلى بوابة التعلم الذكي لحل استطلاع تذكرة الخروج ومتابعة مرفقات الدرس أمرين يحاكي اختبارات التيمز الدولية والآن مع لوبتك وزز المسلية نراكم غدا يا أصدقائي مع درس جديد ممتع ومفيد ترجمة نانسي قنقر